بسم الله الرحمن الرحيم طريقة حساب هذه الكتلة نبدأ على بركة الله إذن إليكم الآن هذه السلسلة الغدائية إذن عندكم النبات هو المنتج المنتج الأول النبات بعد عندنا المستهلك الأول اللي هو الجراد المستهلك الثاني اللي هو الضفضع والمستهلك الثالث اللي هو الأفع هنا سؤال يقول لكم أحسب الكتلة الحية المتنقلة لآخر المستهلك في السلسلة الغدائية أو يقولكم أحسب الكتلة الكتلة الحية المتنقلة إلى الأفعى مثلا للأفعى هنا يزيد ويوضح لكم في السؤال يعني وضحو لكم يقول لكم إذا يعني بيش تحسبوا هذه الكتلة إذا علمت أنه لإنتاج 1 كيلوغرام من الكتلة الحية يستلزم 10 كيلوغرام من الأردية يعني من المنتج وهنا كمية النبات هي 150 كيلوغرام إذن المعادلة تحكم هي كل 10 كيلوغرام يعطينا 1 كيلوغرام من الكتلة الحية إذن كل ما يقول لكم أحسبوا الكتلة الحية أو الحيوية المتنقلة إلى أي مستهلك لازم تكتبوا هذه المعادلة يعني ضروري تبدأوا بها هي الأولى ونبعد نواصلوا في الحل تابعوا معي إذن في كل 10 كيلوغرام من الغداء الغداء هنا يعني المنتج يعطينا 1 كيلوغرام من الكتلة الحية نحن نحن نحتاجين الكتلة الحية تحل الأفع قبل ما نلحقوا للأفع نبدأ بالجاراد بالجاراد نروحوا للدفتع وما الدفتع نواصلوا للأفع إذن المنتج ما نشتعنا هنا يا؟ مشي 10 كيلوغرام المنتج نطوهنا 150 كيلوغرام إذن ندير 150 كيلوغرام يعطينا شعال كتلة قلنا نبدأ بالجاراد هي الأولى إذن نشوفوا الكتلة الحية تاع الجاراد إذن نديروا عملية ثلاثية 150 نضربها في واحد نقسمها لعشرة ودعينا 15 كيلوغرام إذن هذه الكتلة الحية تاع الجاراد الآن ننتقل تاع الدفتع هنا يا الدفتع رح يأكل من الجاراد يعني الجاراد في هذه الحالة صار هو غذاء الدفتع إذن نكتب 15 كيلوغرام من الكتلة الحية تاع الجاراد هي 15 كيلوغرام نحسبناها إذن 15 كيلوغرام شعال يعطينا من الكتلة الحية تاع الدفتع كل 10 كيلوغرام فيها 1 كيلوغرام كل 15 كيلوغرام تاع الجاراد شعال تعطينا وندروا العمالية التولاتية إذن 15 ضرب 1 قسمة 10 وتساوي 1.5 كيلوغرام هذه الكتلة الحية تاعة الدفتع الآن نوصل الأفعى نحوس على الكتلة الحية تاعة الأفعى لطلبهنا هنا يا أفدع صار غداء الأفعى الكتلة الحية تاعة نصبناها هي 1.5 كيلوغرام إذن نفس الشيء عندنا 10 كيلوغرام فيها 1 كيلوغرام و1.5 كيلوغرام شعل فيها من كتلة الحية تاعة الأفعى وندروا العمالية التولاتية هنا إذن 1.5 ضرب 1 قسمة 10 وتساوي 0.15 كيلوغرام إذن الكتلة الحية المتنقلة للأفعى هي 0.15 كيلوغرام إذن هذه هي تناميذ الأعزاء هكذا نحسب الكتلة الحية أو الكتلة الحيوية المتنقلة إلى أي مستهلك يطلبه لكم نبدأ فقط درجة بدرجة من منتج الأول ونبدأ نطلعوا نطلعوا طبعا تبعوا المعطايا تتواكم لا تنسوش المعادلة مهمة جدا هي الأولى نكتبها ونبدأ نواصلوا في العمل التانى إذن أتمنى أنني قدمت وأوفيت خليكم في أمان لا بالتوفيق والسلام عليكم محمد للتعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر